أعلن محامون وهقوقيون مصريون إخلاء سبيلي 13 متهما على ذمة قضايا سياسية منهم مسام صلاح عضو حزب التحالف الشعبي وأعلن المناسق العام للحوار الوطني في وقت سابق إخلاء سبيلي 1400 شخص منذ بدء العداد لجلسات الحوار الوطني خلال عام بينما تتزايد المطالبات بمزيد من الإفراج عن الموقوفين على خلفية اتهامات سياسية ينضم إلينا من اسطنبول حسين صالح الناشط الحقوقي أهلا بك معايا أستاذ حسين وزي ما أعلنوا في بداية الجلسات الحوار الوطني تم الإفراج عن 1400 شخص حتى الآن منذ إبريل الماضي منذ داع الرئيس في إفطار الأسر المصرية لبدء جلسات الحوار الوطني وحتى بداية الحوار الوطني فعلا خلال أسبوعين كيف تقرأ هذا الرقم 1400 شخص خلال عام تحياتي لك يا سلام والسيدة المشاهدين في البداية طبعا نثمن أي خطوة يترتب عليها إخلاء سبيل أي شخص من المواطنين المصريين الموقوفين على خلفية استخدامهم لأي حق من الحقوق الدستورية سواء بالتعبير عن الرأي أو مساء للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل طبعا لا تقبله السلطة اللي لازلت مستمرة في استسهال أمر التوقيف وأمر الحبس الاحتياطي والتعامل بهذا الشكل وحرمان الأشخاص من حقوقهم في الحرية نتيجة استخدامهم لحق من حقوقهم الدستورية طبعا الرقم إذا قارنناه بالأرقام الموجودة داخل السجون المصرية يعني هو ما فيش أرقام واضحة إنما في النهاية كلها بتبقى أرقام تقريبية أرقام بتعبر عن عمل كل منظمة حقوقية بالضبط كده كل منظمة حقوقية وصلت لرقم بتعلن عنه إنما في النهاية في حقيقة واضحة وثبت أن السجون المصرية مكتزة بأصحاب الرأي مكتزة بالمحبوسين احتياطيا لمدة تجاوزة السنتين حتى بعد تعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى أن تحولت من أداة مؤقتة تستخدمها النيابة بشكل احترازي إلى عقوبة في حد ذاتها بيعاقب من خلالها الألاف من المواطنين المصريين فالرقم اللي أعلنت عنه جبهة حيئة الحوار الوطني لازال رقم بعيد جدا عن الأرقام الموجودة داخل السجون المصرية لازالت الأمال معلقة على أنه فعلا يكون في خطوات جدية نحو صفر معتقلين سياسيين داخل السجون المصري خليلي أسألك برضو لأن أكيد المواطن المصري اللي قاعد بتفرج علينا دلوقتي ده بيخطر في باله السؤال هو ليه أنا مطروك للتقديرات الحقوقية اللي بتطلع من منظمات معظم الوقت الحكومة نفسها بتقول أن الأرقام دي غير حقيقية وأنها لا تمثل الرقم الحقيقي من نسمع منظمات بتقول يا جماعة في 60 ألف موجود داخل السجون المصرية على خلفية قضايا متعلقة بالسياسة حرية رعية التعبير نسمع منظمة تانية بتقول 40 ألف نسمع منظمة بتقول 20 ألف فين الأرقام الرسمية بتاعت الدولة من إمتى بطلت مصلحة السجون تقرج الأرقام الرسمية وإيه الحجة اللي بيستخدموها لأنه ما فيش أرقام لعدد المسجونين للأسف لازالت السلطات المصرية تتعامل بنوع من عدم الشفافية المطلق لازالت مصرة على أن السجون المصرية خالية من المعتقلين السياسيين والحقيقة هي استخدمت استراتيجية جديدة عكس استراتيجية مبارك في التعامل مع أصحاب الفكر وأهل السياسة وحتى حقوق الإنسان أنه هي خلاص أهل ما فيش اعتقال سياسي إنما في أي شخص حيتقبض عليه هيتم توجيه عدة تهم معلبة الحقيقة كربونية في كل القضايا المنظورة بتنظر أمام دواري استثنائية لا تعبر عن القاضي الطبيعي بتنظر أو بتحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا وهي أصلا يابة غير مختصة وبالتالي إحنا أمام حقيقة بتريد السلطة إن هي توصلها للناس إنه ما فيش حد معتقل على خلفيها السياسية وإنه كل الناس مقبود عليهم في جرام جنائية مش الأخضر كذبة جرام جنائية اللي انضمم الجامعة إرهابية ده بيرجعنا مرة أخرى للخطاب الرسمي للدولة الخطاب الرسمي للدولة بيحمل مجموعة من الاتهامات المكررة اللي كنا طول الوقت معلبة طول الوقت بنسمعها وإنه ما فيش محبوسين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير أول ممارسة العمل السياسي أو آخر ولكن دلوقتي بنتابع جلسات الحوار الوطني طول الوقت في شخص بيكلم في الحوار الوطني وبيقول إمتى هينتهي الحرس الأحسياطي استخدامه كعقوبة إمتى هنخرج كل المحبوسين في قضايا أو محبوسين احتياطيا على خلفية ممارسة سياسية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير هل نعتبر ده فعلا صفحة جديدة الناس بتكلم فيه على الحوار الوطني قدام كل الشعب بيتابعها وبيكلم عليهم هل ده بداية النهاية للملف طويل يعني هو خلينا نكون واضحين أن الحوار الوطني منذ بدايته من تسع شهور الحقيقة كان فيه حالة مختلفة عن حالة الجمود والعناد المستمرة على مدار تسع سنين وبقى فيه مرونة إلى حد ما في التعامل بقى فيه خطابات بقى فيه تواصل بقى فيه دعاية السلطة مهتمة بيها يعني بتقول أنه فيه انفراجة في ملف حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الحوار الوطني أصبح فيه حديث فعلا زي ما انت قلت عن حقيقة أنه فعلا فيه محبوسين على خلفية ممارسات وأفعال سياسية لا تمثل جريمة بالعكس هي تمثل حق من الحقوق الدستورية المكفولة ده مؤشر إيجابي في حد ذاته وإنما لما نيجي النهاردة نعمل تقييم لما تم الإعلان عنه خلال التسع أشهر اللي فاته وما تم الوصول ليه من نتائج متعلقة بإنهاء التوقيف وإنهاء الحبس الاحتياطي وإنهاء حرمان الأشخاص من حقهم في الحرية يعني لا طبعا لا ترقى نعبر من خلالها عن طبعا بكل شك احنا متفاعلين وكل شك احنا في منتهى السعادة في منتهى السعادة مع كل شخص يعني خروج معتقل أو خروج صخص محبوس احتياطيا من سجنه وبالنسبة لنا بيمثل انتصار مهم جدا لانه في النهاية شخص على مدار أشهر لم يمارس لم يرتكب أي جريمة بيعاقب بهذا الشكل بشكرك حسين صالح النشط الحقوقي والمحامي كنت معنا من اسطنبول